بها الإضاءة المزبوطة بس همش كانوا مسمرر قوي قوي يعني بس مدينة محلو مساء الخير إيه اللي أخبار يا شباب عاملين إيه؟ عايدتو؟ كله عايد كله كان لحمة أول حاجة فيه تراست إيشوز بتحصل بين الأمهات وعيالها بنت مدينة في العيد بسبب موضوع دي لحمة داني ما لأ وتقول لأ مش لحمة داني ويبص ليها مثلا فسيخ أو عبدالله توركي مثلا ليها حاجة بنت مدينة مش قصرة يعني ده بداية اي تراست إيشوز من اي حد همه الحاجة التانية حد لاحظ ان العجل بيتم استغلاله استغلال ساق نيس أسوأ من استغلال مناسل الإزدال اللي هو بيقاني تصور بينا هولك بمعنى معيش مناسبة 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 للإزدال هو مين بيعمل حاجات اللي هو اللي بيعملها يعني مين شرير لدرجة انه هو يشوف واحد مشلول مثلا رحو اخذ زيازة مهارة فوق وبعد كده او يروح ده زيازة بالدين لأمه مثلا راح اقل مراته يشتيمة ونازل رايح النادي او يشوف واحد مثلا اصمر يروح من التاريق عليه ومشاور انت فاهم او يلاقي واحد مثلا بيذاكر مثلا لو انت بتذاكر لي يا فقير يا ابن العس انت ممان انت عمرك ما ترق مين بيعمل حاجات دي مين شرير للدرجة دي طيب في ناس شريرة للدرجة دي هل فيديو عالتيك توك خليوهم يرتجعوا يعني هل انت بتطلع تقوله غلط ان انت تشوف واحد مشلول تغبطته اقل قرد عشان مش عافيه فهل هو يقوله ايه ده يا عجل انا ما حادش قال لي ايه الحوار ده ما كنتش عارف كنت فاجئة ان ده العادي يعني ده مواغز ده مواغز يا مواغز ده مواغز يا مواغز نرجع للموضوع العجل العجل في مصر عامتا بيطلع قرار مين امه او العجل اقول اضحية عامتا يعني ان هو بيتاخد مفيش حتة بتطلع من جسمه ومش بيستفيدوا بيها يعني انا اخد اللحمة اعملها اسلقها هاخد الكبدة حمارها هاخد الطحال ازعقله هاخد الجلدة اللي بعمله الجاكت هاخد صوته وعمله رنجتون ده واحد داخل عليك مطاجن مخاصي وحلالي انتبع ان انا جعان ولا هجان حلالي ده اللي هو الزبر تعالى عجل مطاجن زبر عجل كل حاجة ما بياخدوها عاملك طبق طحال العجل عاملك بقى صنية توسلات امه يعني وحنا بنتباحه كده صنية توسلات ودموع امه جميلة جميلة عاملك بقى سندويتش لسان مع سريخ اخت العجل وهم بيدبح قدام عينها ودموعها كده وتوسلات اوه شرفها شرف اخت العجل ده جديد من كرم الشام شرف اخت العجل بوكس مهم؟ كلنا لحمة قضينا العيد طلعنا كل مين ام العجل هنعمل ايه؟ هنسافر الساحل نبست استعملوا عليك هو ايه كل المسميات دي ليه حذبتوها كده؟ يعني الساحل الطيب الساحل الشرير الساحل الطيب الازي يحمل في نيته الشر الساحل الازي لم امت حين اصباني السهم لكني يمت حين رأيه تمان اطلقه كل ابن من كده دي فيه ساحل ما قابله وبعدين معلش يا جماعة ما اسمه بحر ياولاد المتنى عشان هو واسع يعني هو اسمه بحر كناية عن الوسع ما كل واحد يعمل هو عايزه في كل واحد البحر يعني الانت بتشور هناك ايه يا عمد لبس قميسة على البحر وفتح يلبس قميسة على البحر وفتح او ما تلبسش حاجة او يلبس جلبية حطها في بقك وانزلت بحر ما اسمه بحر معاك من هنا لليبيا براحتك انت ليه ليه وبصص للناس في فراحهم يعني ايه ده فيه ناس بتاكل محشي على البحر كل انت سيمون في مية ابن الشرطة محدش مش عايز محشي بتاكلوش هتمنع المحشي يعني ويلبس اللي انت عايزه على البحر تلاوه مش تلبس ميوها ده اعرف 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 ايه يعني هترطر فيه ازاي ده يعني اللي بس ميوبتة من طلب جنيه هابلو هلعب هلعب راكت هعمل ايه هبقى خايف لا الموضوع التان ده معايا ابن ميت هفهمك ليه ان انا كل مرة بسافر مبقاش معايا اي حاجة يعني لا تنقويل ولا بصن بلوك ولا اي حاجة فباخد مشتان باخد اكيني كنت شغال في منجم او حاجة يعني بهبب لا دهاتي مش بهبب اخد انت مزبط برده بها بقسم ده بقى انا للمراضي انا مش هحل انا جايب معايا تان اويل وكاروت وبروت وكل المطة دي ومعايا بقى تان اويل ومعايا تان اويل اللي هو بتدهن ككريم ومعايا كانيولا بعلق فيها تان اويل عشان بحيث من جوه بقى محمر برضو بقى مهاجرس نفسي خالص على اخر بس حصل معايا زي ما انتم شايفين يعني كان فضيلي يومين كمان في الساحل والعب في الليكرز في الان بي ايه في امريكا عارف اما كنت باسمارة الصماري اللي هبابي ده كنت باسمارة اي انفجار بحصل في فيلم كوميدي زمان عارف الشخص قبيطل عمينه عامل ازاي انفجار فونيس فهمت انت جات صفرة في العمارة جدا وبعدين انا الدرجة اللون اللي انا فيها دي خليها المازجانج بيجري وراي بقى اربعة ايام وامس برهم التاب اللي عايز يفتحني ويقعد انت باهم يعمل كده واحمد يخش يزوم عليه وبتاع تقول حركاته لأصوات الجنسالة بيطلعها دي لأ وبعد كده يقولك يعني انت الناس بقى بتقعد اصدقى كل طول الشتة بتحوش اللي تصرفه في الصيف هل هو بيحوش معك يكسورك هل انت الحصالة بتاعته ميحوش يا عم ويروح يصرف في الصيف وخلي بالك السحل الطيب موجود مرأيه موجوده مارابيلا موجوده نيس بكل ارقامها موجوده الزوموروده موجوده الماكارونا موجوده والفريسكة موجوده والبني موجود والثلاثين واحد في الشري موجود كل واحد يتبسط بالطريقة اللي هو عايزها ولسه فيه تسلخات ولسه فيه راملة في الطاز ولسه فيه كبوت بيل اسوع وفيه كل حاجة وممكن تحط صاحبك في شانط العربية والشغل دلي دندلي ما حادش يمنعك انت ايه متدخل في فرحة الناس وخباك الموضوع بيمشى على الناحيتين يعني ايه يا ابن البيئة اصيف ببيئة يعني اللي ايه انا بيئة وارب اصيف اصيف ازاي يعني هلبس ايه بكثبت جرفات طورة في البحر وبعدين ايه ايه من حاجات الغريبة انا شفتها في حياتي وانا هشوفت حاجات غريبة كتير قوي زي انت امور هجرس على الفيسبة مثلا بس حاجات غريبة انا شفتها في حياتي جروبات الواتساب بتاعة ملاك كرة السحل الشمال يجعل موضوع هناك جد واجريسيف نفس مصيف يعني يعني بالهداوة يا شباب يعني مثلا تلاقي واحد داخل وبعد وايس نوت اول حاجة بسمع في وايس نوت دي ازاي ابوها بيبقى بيسمعها بقى اعلى صوت ممكن انسان يستحمله انا مش عايفه ازاي موبايله انا مش عايفه مركب ايه موبايله مخالي فيديوز والفويس نوت اللي بسمعها اعلى حاجة على جاوكه بالارض مش عايف بقى هو فاكك مثلا سمعت موبايله ومركب اللي هي البوم بوكس دي اللي هي بتاعت البحر بسمعش غير هاصل فمسلا تلاقي واحد داخل باحد مزنوط الاستاذ الخيئة والصاحب شليه اربعة عالف يا ريت تنزل تلم العوامة بتاعتك من على البول مش عايزين خرحنا مش عايزين عبط في المرح ننبصب بعقل برضو احنا ملتزمين بكواعد وتعليمات الكارية وبعدين البيسين بايه في الساعة تمانية اي ابن موتة هلاقيه في الماية الساعة تمانية او عشرة هخلي السيادة العميد يعدمه هانف السيادة العميد ده لو ده مبقى مدير اي كارية السيادة اللي هو او العميد اللي هو بيبقى خرج على الخدمة هو ملازم ورقى نفسه كاجول مع زميله يا رو بقى باسك الكارية انه عند واحد تلاتين سنة بس عميد بار هو بقى موضوع ده غريب اوي انه هو بيبقى جد اوي يعني تلاقي برع بحر وكور وشمس وراكد واحد واقف بقى ميسه بانطلون وبنظاره وبيدي تعليمات على البحر ايه ده وفي ناس مكبرها اوي يعني في ناس بتعامل العميد ده معاملة غير طبيعية يعني وسعب ينشدوها كنون في مجلس الشعب كده على الجروب يعني انا بطالب سيادة العميد بسرعة التوجه لحل مشكلة الاستاذ الخلاة اللي في شديبي 4 ألف اللي سيب عوامته ده دوروا مكتب ابن الميت ما تنزلوش اجازة يقعد زي المنيتة كده زميله كلهم على البحر هو قاعد عشان يعرف ان يوقفوا يوقفوا عن البحر بعدين الناس في الساحل عمليين يبعدوا حد لاحظ الموضوع ده يعني اول كمدينة العلمين الجديدة بعد كده مراسي السياندة بعد كده رأس الحكمة ألماضة بعد كده ما فيها سبق يا رأس الحكمة خلاصة المعرفة موت الفيزياء بعدين الناس تقعد تبعد 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 توصل لليبيا مهم مش هنقعد مع الفورة اي حاجة غير بتوعوا مارينة اتنين انت فهمك انهم انا ديل بيعملوا اللي هو اللي هو دول بيكهربوا البحر يعني انا بصراحة مليش احتكاك قوي بالساحل ما بعد مارينة فانا عرفت ان انا وصلت امتا؟ لما لقيت عربيتين جي سود بيشدوا مع بعض عالطريق ادركت ان هو ده الساحل الشري اللي بلو عليه وقفلت اللوك بتاع العربية وبتيتخاف شوية الشباب انتو لي بتشدوا بعربيتين جي كلاس مين فيكو هيخسر؟ هو الخسران المدنيين اللي حواليكم يعني اي حد بإلنتر حواليكم هو اللي تعب يعني انتو جي كلاس اتنين جي كلاس ايلا يحسن مفيش واحد هيخسر ومفيش واحد يبقى ابطأ خلي بالك ان هو طريق قد تدين ده يسين بنزين لغاية لما توصلوا بقى ربنا عينكم والعربيات هناك مبهرة طبعا بس المبهر اكتر نمر العربيات يعني اول واحد عين واحد الف خمسة بعد كده خاصة ده هذرو يعني او 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 نسيت اسمي انت فهم اي حد اللي هو خلاص انا هلعب بقى يعني براحتي وبعدين لاحظت في الساحل الشرير ان فيه الانجوج بارير ما بينه وبين الناس يعني مش فهمه يعني انا سمعت شاب يتكلمه بذات كمان ان هو السن هناك صغار اوي فسمعت ان شاب يتكلمه فاحب بيقوله انا جعان اوي فاك هروح اكله سميرفز من كلاس ونزلوية فانا قاعد قلقنا على الوقت يعني هو حل المشكلة كده عشان مش عارف اللي بيحصل ولا ده هيروح يعمل حاجة ولا ده فورم او ده ورق بيملاه مثلا عشان استمارة بيملاه عشان هيك استمارة الفرانشة استمارة والدبان في الساحل مصير طرقتها من العربوية يخش اي حتة بقى فيش حد بيعرف يوقفه في اي مكان هو جوه هترش قفه هترش قحه هترش اه 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 ميش هيبشه هو لازق ورقبين شاص برضه انت مودمن بقى نجاح ساحل عمتلا اعمل بارتو عالساحل عايز الناس تبعطلي بس احب اوجه حاجة للناس اللي بتصيف او الناس اللي في الساحل بالاخص بتوع الساحل الشرير ارجوك فيه ناس بتبقى شغال في المكان اللي انت قاعد فيه بتشوفك بتصرف لو هم بتصرفه في شهر انت بتصرفه في يوم او صهرة ربنا يزيدك واصرف براحتك ولو معاك فروس يصرفها وانا معاك فروس بصرفها بس خليك حساس شوية في التعامل معهم ما تبقاش عقيل ادب ما تبقاش عقيل ايه الزوق ما تبقاش عقيل مدلة الكبنة وطبلغده لابس قميس تومي هعرف العال دي؟ والناس اللي بتخمس في دم العجل انتو فيه ايه يا جدا يعني هو ايه ده؟ يعني بتتبعه العجله وبتتاكله وبتتبعه وبتمصمصه وتاخده دايله وبتبقصه قبل ما يموت بتعمله كل عاجة فيه وبعكا بتاخد دم وتخمس فيه تحطه وفيه ايه؟ تاخدينه اسير يعني اللي نسل بتاتتصور ولاية بتتبع دي ويبقى يبقى يبداحه وغلط وغلط دا دي حاجة وحشة قوي بقى انت زعلتني بقى اللي عملتك في فرنمج كوب تبقى وصتني مودة مش عارفة هزء لياش أنا محمد عبدالعاتي ده كم بيمة احترامي والله شو بك